موسيقى طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ثلاث حكايات أبطال حكايات اليوم متميزون في حقول عملهم أو إبداعهم ولكل واحد منهم ميزة تجعله متفردا في عطائه الإبداعي لهم حضورهم الفاعل في الوسط التقافي والأعلامي العراقي لذا ذمت حكاياتهم المعاني والقيم الإنسانية والفنية التي تؤكد سبب تفردهم حكاياتنا اليوم عن برنامج يتناول موضوع الزمن الذي تدور فيه وعبره حكاياتنا وحكاية مسرحية تحمل فيها إنسانية ومفارقات لا يشعرها إلا من التحم بخشبة المسرح وأخيرا رحلة سباحة في عالم الألوان وحروف فيه كوام وأسرار لم يمهله المرض طويلا ليخطفه الموت أعلامي وصحفي متميز دخل عالم الشاشة الفضية سابقا والملونة حاليا عبر برنامج لاقى قبولا عربيا وعراقيا واسعا رغم أنها كانت تجربته الأولى في مجال العمل التلفزيونية أن يتميز المرء في تجربته الأولى ليس بالأمر اليسير لكن أحمد المهنة يستطيع أن يحقق ذلك ففي برنامجه التلفزيوني بين زمانين الذي كانت تجربته الأولى حقق هذا الإعلامي ما لم يحقق الذين عملوا في هذا المجال لسنوات طويلة قبل حكايته عن الزمانين إليكم موجز لسيرته الشخصية سطعت أن أمجز من البرنامج بحدود 42 ساعة تلفزيونية عن 14 رئيس أحمد لمهنة عمل منذ عام 1979 في الصحافة ثم تنقل بين مختلف الاختصاصات في الحقل الإعلامي وعمل في ستة بلدان قبل يعود لمتابعة العمل في الوطن بعد منفى استمر لمدة ربع القرن وعلى الرغم من أن مجال العمل الذي لم يعرف سوى تطابق إلى حد كبير مع رغبته إلى أن هواه الأعمق كما يقول يتمثل بأن يكون كاتب مقالة وثمت مقالة تنتمي إلى جمهورية الإعلام وأخرى تنتسب إلى مملكة الكتاب الثانية هي هواه وقد ضم بعضا من هذه المقالات في كتاب وحيد أصدره بعنوان الإنسان والفكرة وهو يأمل بمتابعة مثل هذا الإنتاج بعد التقاعد من الإعلام بعد عمر طويل المكان بالنسبة للمنفي شيء صعب جدا بمعنى أن الإنسان اللي عايشه بوطنه شعر بنوع من الأطمئنان بس ما عني ينتقل إلى شيء اسم المنفى اللي هو يعني درب الصد لارد الصيد علاقة شوي مركبة ومعقدة بالمكان فأنا كنت لفترة طويلة أو أطول فترة من فترات منفى قضيتها في لندن فإلى حد ما شعر بالاستقرار استقرار نسبي بمعنى المعاني فالمنفى هو يعني قلق دائم المنفى هو الفراغ إلى حد كبير وحدث في يوم الأيام أنه واتتني فرصة عمل انتقلت بيها من لندن إلى أبوظبي مدينة جديدة الناس اجداد وبعدني في بداية يعني تعرفي على العمل تعرفي على المحيط وكالعادة الهلع ازداد من أجل بناء علاقة جديدة بالمكان والعمل في الواقع كان واعد بمعنى انتقال من تجربة إلى تجربة أخرى من تجربة في الصحافة إلى تجربة في التلفزيون وكانت جديدة علي الحقيقة ما كان عندي من الناس من الأصدقاء عدد كبير يمكن واحد أو ثنيا يعني واللقاءات كانت نادرة فبالصدفة تعرفت على سيدة اماراتية عدها علاقة ببعض الأخوة العراقية وهناك كادر عراقي مختلفة في الاختصاصة فلاحظت حاجتي إلى التعرف على عراقيين من اللي موجودين هناك في المكان قلت لك أريد عرفك على شخص علاقة بيه مديدة والمراجعة وكان هو طبيب جلدية حقيقة تخصصة إنسان دافي ولطيف جدا فحابت تعرف عليه لا أتمنى ما شرني أن أتعرف على إراقيين فعلا يوم الأيام يعني بعد هذا الحاجة بحوالي أربعة أيام قلت لي أظن اسمه أحمد أو شيء آخر فنسيته حقيقة الغريب أنه ما أعرف أنه أعتقد خرفت بغة مبكر هذا الرجل أعطاني شيء مهم فقط أنسى للأسماء يعني على إطرحنا جعدنا أني والسيدة الإماراتية والدكتور أو طبيب الجلدية العراقي اللي مقيم من فترة طويلة في أبوضة مرحبا مرحبا يا أهلا شخص بالفعل دافي لطيب جدا رقيق حبار أسألة منين الأخ وإذا بيطلع ابن رئيس الجمهورية العراقي اللي هو عبد السلام محمد عارف وهذا ابنه طبعا يعني سعاقت يعني أبوه شخص وضع النظر عن وجهة النظر الفكرية أو سياسية هذا الشخص مهم في تاريخ العراق الحديث يعني على الصعيد السياسي فحبت أعرف كيف نعيش يعني التفاصيل حياته يعني حقيقة أعلمتني بي نقطة يعني يعني لاحظت أنه هو يعني هو شخص يعني كفاءة ومعتمد على نفسه ما لقى علاقة بموروثة العائلة يعني لما شخص عايش يعني يعني وداخل بعمله ومجاله وصلاته تقريبا مقطوعة بالعراق يعني اللي استرعى انتباهي أنا مو عبد السلام عارف إنما ابن عبد السلام عارف هذا ابن رئيس جمهورية رئيس جمهورية رئيس جمهورية العراق لفترة طويلة وهو أحد صناء جمهورية العراق أحد يعني اثنين كانوا يعني أقوى مداميك ضرب النظام الملكي والنهاية ما نعرف يعني عبد السلام عارف شون ينظروا للنار واني قاعدة أفكر بمصير هذا الرجل وأسئلة عن أسرته أخواته ناك ناك وانه غير معنى كل هاي القضية يعني خطر على بالي فكرة انه البلدان المضطربة خصوصا العربية اللي أحيانا بلد مثل سوريا كان رئيس الدولة ما يقعد غير ثلاثة شهر أو خمسة شهر ويجي واحد هذولة بعد ما تنتيح حكمهم إذا ما انتهوا بالإعدام أو بالموت يعني فشنو مصيرهم كأفراد شنو مصير عوائلهم اهتميت بهذا الجانب يعني فجأة بثقت من بالي فكرة لبرنامج وثائقي كدخل أسميه بين الزمنين هاي الأسرة وهي في عهد الحكوم وهاي الأسرة بعد نهاية الحكوم ألاحق مصيرها من نهاية الحكوم إلى الأخير أغرتني الفكرة حقيقتها وخرجت من الجلسة مع هذا الرجل الجميل والدافئ كل حزين في الواقع بفكرة برنامج بالنسبة لي يعني في سيرتي المهنية ربما تكون المحطة الأهم من دون شكية المحطة الأهم إلي تلفزيونيين خرجت من الجلسة في نفس الليلة قاعدت كتبت فكرة البرنامج وقدمتها للفضائية اللي كنت أعمل بها وقبلت على الفاول وطلب من عدي تنفيذها على الفاول وفي النتيجة استطعت أن أنجز من البرنامج بحدود ربما اثنين وخمسين ساعة تلفزيونية عن أربعة عشر رئيس وملك عربي والمؤسف في الواقع أنه الشخص اللي ألهمني بفكرة البرنامج ما أتيحت لفرصة لأن أعالج والده أو أجعله واحد من موضوعاتي وإلا كنت راغب جدا الحقيقة يعني هذا الرجل أعتقد يعني بعض الناس يعني يلهموك بأشياء هم أنفسهم اللي لا يعرفون قيمتها تألقت على خشبة المسرح وتركت أعمالها التي شاركت بها أثرها القوية عند المشاهد بداياتها قوية لأن خطواتها الأولى على المسرح كانت مع رموز المسرحية لها حضورها القوي في تأريخ المسرح العراقي لذا ليس من المستغرب أن تكون متميزة في غالبية أعمالها أقبال نعيم اسم ترنم على خشبة المسرح وتواصلت في ترانيمها الإبداعية فكانت حكايتها على مسرحية الترميمة قبل الحكاية نتعرف على هذه المبدعة الحياة العراقية تلك الفترة يعني أنه الشباب كان يرجعون فبدل ما يعني يذهبون بحزن إلى المقبرة يذهبون بعرس وكانت تجدين أن النساء ببدلات العرس كاملة وهم على إقبال نعيم حاصلة على الدكتوراه في فلسفة الفن من كلية الفنون الجميلة وتجهل الآن منصب مديرة قسم المسارح بدائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة ممثلة لها حضورها الفاعل في المسرح العراقي كما مثلت العديد من الأفلام العراقية أهمها حب في بغداد نالت العديد من الجوائز العراقية والعربية وتعتبر ورشة فضاء التمرين المستمر المعني بتطوير قدرات الممثلين المسرحيين مشروعها الشخصي مع الدكتور هيثم عبدالرزاق شاركت في لقاءات واجتماعات دولية حول مواضيع تخص حقوق الإنسان وخاصة موضوع العنف ضد الأطفال عضو في مشروع جسر الثقافة العراقية الألمانية الفرنسية تريمة الكرسي الهزاز عمل مسرحي شخصية نسائية مغنية قديمة تركت بعد ما راحت أمجادها وتشعر أن صوتها راح أيضاً اختفى وهي مراحة الأمجاد وهي كبيرة بالسن ومتروكة وأمرأة ثانية صديقتها عاشت وياها طفولتها وعاشت وياها حلمها والآن تعيش وياها بنفس البيت لكن هذه الأمرأة فقدت شخص هذا الشخص هو حبيب هو ابن هو زوج هو كأي كأن فقدتها امرأة وتبقى في محاولة انتظار الآتي القادم قد يكون هو أمل للنساء قد يكون هو حلم قد يكون هو هدف ما تحقق في حياته عندما عرض علينا الدكتور عوني كرومي الله يرحمه هذا العمل فكرنا بأنه هذا بسيط ماذا ممكن أن يقدم ماذا ممكن أن يحاكي من حياة الحرب اللي كنا نعيشها من حياة اللاجدوى اللي كنا نعيشها من حياة الذهاب وعدم الرجوع حاول الدكتور عوني أن يخلق من هذا العمل يخلق جو أكثر محاكاة للواقع فذهب للأستاذ عريان السيد خلف والنس كان من تأليف الأستاذ فاروق محمد وجلسنا الممثلات إحنا آني وأنعام البطاط ودكتور عوني وهؤلاء المبدعين الثنين اللي كاتب واللي شاعر وأعاد الأستاذ عريان السيد خلف كتابة النس بأجمعه بحكاية المرأة العراقية بفقد المرأة العراقية وبالذات في تلك الفترة بالحرب وكانت كثير من الظواهر في الحياة العراقية تلك الفترة يعني أنه الشباب كانوا يرجعون فبدل ما يذهبون بحزن إلى المقبرة يذهبون بعرس وكانت تجدين أنه النساء ببدلات العرس كاملة وهن على يم التابوت اللي ينزف إلى القبور هاي كانت صور يعني مؤلمة مؤلمة لي معاشته العراقية فحاولنا أنه إحنا نوجد كل هؤلاء النسوة في هاتين المرأتين تبدأ المسرحية ببيت بغدادي في كل أركانة وجدنا ذكرى وفي منتصفة وجدنا صينية محملة بالشموع ومحملة بالياس ومحملة بالخبز وهي في انتظار القادم هي الزكريا هي يوم عد المسيحين الياس يمن يرجع هي كثير من الفيكلور والتقس العراقي الخالص ثم تبدأ الحكاية بصوت أنعام وهو يتردد في أرجاء هذا البيت وكان هناك سرية في الدخول لهذا العالم لأننا اعتبرنا أننا ندخل إلى عالم المرأة السرية إلى عالم العراق السرية إلى عالم الحياة السياسية السرية العراقية فلذلك كانت الأفكار بسيطة لكنها كانت عميقة جداً وكان هذا هو الصعب وهو الذي جعل الترنيمة تستمر لمدة أكثر من 75 يوم في البيت ويأتوها من كل مكان مشاهدين وهؤلاء المشاهدين كانوا في منتصف العمل يبدأون يرددون مع أنعام أغاني الترنيمة التي توزعت كأنها مناشير سرية فالترنيمة بالنسبة أنها كانت ليست صناعة مسرحية وإنما كانت صناعة تاريخ شعب تاريخ وطن فذكرياتي مع الترنيمة أنه شعرت أنه في هذه اللحظة ليست أنا وحدي فقط وإنما دكتور عوني، أنعام، عريان، فاروق محمد الشباب العاملين معانا شعرنا أنه هذه المسرحية كانت هي كلمتنا في تلك الفترة أذكر واحدة من الحوادث في الترنيمة المشاهدين كانوا مجدودين بطريقة وكنتنا إحنا نستغرب أنه يومياً دا نعيد إحنا الترنيمة والمشاهدين بعض الأحيان هما نفسهم اثنين ثلاثة ويعرفوا كل تفاصيل اللي حتى تحدث مع ذلك هما مجدودين مجدودين لأنه أكون شد ما بين الممثلتين يعني أنا وأنعام كان أكفت جزء من علاقة حميمية إنسانية علاقة فنية يعني بحيث العين مع العين كنت أفهم وهي تفهم ماذا أريد وماذا أفعل على الخشبة وهي كذلك وكان يصير هناك عدوى بمباراة والتنافس بالأداء المميز ما بيني وبينها فأذكر أنه واحدة من الحوادث اللي حثت بالترنيمة أنه كان عندنا الصينية وهي مليئة بالشموع فكانت تغضب فتنزل على الصينية وتضربها وتبدي تفرها 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 بعدين ارتفعنا اثنيناتنا فأنعام كان الوحدة من الملابسة كان عندها إشارب أسود دانتيل ينزل فأني وأني دبعو الأنعام حسيت أنه أكفت وميض بوجهها إذن مين دا يجي هذا الواميض ما موجود فإذن نجت أني باوعيت لقيت أنعام دا تحترق الإشارب مالاته دا يحترق وشاهدت وأني يعني الممثل صح يندمج لكنه هناك لازم نقطة تركيز أن يعرف ماذا يحدث حوله كنت أشوف أنه رجل كبير بس دا يوقف ويريد يقعد يوقف ويريد يقعد لأنه يشوف الناس مندمجين فهو مصور أنه هذا الحريق هو جزء من العمل ما مصور أنه الممثلة احترقت فعلا بانفعالها وأنه الممثلة الثانية مدى تنتبه للإحتراق فأني باوعيت الأنعام ودنجت عيني على الحريق وباوعيت لها فأن الأنعام ويدة تحترق فشافت أنه يشارب مالاته دا يحترق ويدة تحترق ويدة تمثل فاللي سوات أنعام أنه نزلت شالت الإشارب وأني أخذت من عدهور ميناء للإشارب وظلنا مندمجين المثل فهذا الرجل قاعد هالشي كلك خاف يعني من نهاية الأرض هو قليني قال أنا خفت أنه أنا أخرب لكم اللحظة ضيفنا الثالث رسام تشكيلي تصحره المساحة البيضاء على سطح اللوحة عبر فضاء الإبية تنتشر ألوانه الربيعية الباردة والساخنة لتروي لنا حكايات الحب والطفولة والألم المنزوي بين دروب ألوانه الصارخة تختفي وجوه وكلمات مبعترة لكن حساسيته المرهفة أعطت عمق المعاني في كل ما هو منثور على صفح بياض تلك اللوحة وبين خفاياها التشكيلي ضياء الخزاعي يروي لنا حكاية اللوحة وقبل الحكاية إليكم موجز سيرته أنا استلمت قراءة بها خطأ بالطبع وهذا الخطأ كانت تخلو من اللون يعني كانت بالأسود والأبيض فكان حزني شديد من أشوف زملائي من الطلاب وأنا متفوق يعني شرت بالدراسة أنه كتبهم ملونة وأنا ضياء الخزاعي ضياء الخزاعي ابن القادسية التي ولد فيها وترعرع ثم تخرج لاحقا من كلية الفنون الجميلة في بغداد عام 1978 وقرر بعد هذا التاريخ أن يتفرغ للرسم كليا منغمسا بألوانه وعالم الطفولة الذي يصر أن نراه في كل لوحة من لوحاته ورغم الحداثة في ألوانه وخطوطه فإن الموروث الشعبي حاضرا بشكل مباشر أو متخفيا بين فرحة ألوانه أقام العديد من المعارض الشخصية إضافة إلى مشاركته في معارض جماعية في العراق والدول العربية من وزع الكتب القراءة تحديدا الخلدونية أنا استلمت قراءة بها خطأ بالطباعة وهذا الخطأ كانت تخلو من اللون يعني كانت بالأسود والأبيض فكان حزني شديد من أشوف زملائي من الطلاب وأني متفوق يعني جلت بالدراسة أنه كتبهم ملونة وأني كتابي بالأسود والأبيض فبديت ألون طلبت كتاب قراءة من أحد زملائي وسهرت عليها إلى أن لونتها للصبح فكانت ماكو كتب بتعلم الرسم وتعلم التلوين في ذاك الوقت فهي صارت معلمي الأول يعني كعلاقتي مع اللون وبعد ذلك ببتديت أكتشف بأنه أنا مميز بالرسم يعني على رأيي أساتذتي يعني في زيارة بعد تغيير النظام من أستاذي رسمي كاظم المغترب الآن في إيطاليا يعني هنطلع في فترة السبعينات زار العراق وشاف مجموعة من اللوحات استفزت اللوحة أكثر من استفزاز الاسم بعدين سئل قال منه ضياء القزاعي ضياء اللي من الديوانية سئل شخص اللي هوي أوهن فنان تشكيلي نحات الولد الجابة قال لقيت تحب تشوفه قال لهذا واحد من عز طلابي ولازم أروح له فكان عندي مرسم يعني بساعدون فيجأ وزارني وكان استاذ ساعد الكعبي أيضاً موجود وصارت فرصة للحديث يعني أجمل شي بالفنان أنه عمله يصل قبله عكاية اللوحة يعني اللي خلف فيه شننت أتساءل باستمرار يعني كان حلمي أنه أسوي جرنيكة عراقية خالصة أسبانيا دخلت الحرب الأهلية وبيكاسو العظيم جسد الحرب الأهلية الأسبانية ولو بعد مرور فترة من الزمن وهذا طبيعي يعني أنه الحدث مو شرط يتوسق الآن يعني أنه ما تفكر به يعلن مباشرة يمكن يصير سكيتش أو كذا بعدين ترجع إلى بس كان حلمي أنه أسوي جرنيكة عراقية بس الجرنيكة العراقية خلي تكون هذه اللوحة هي نواة لجرنيكة عراقية أصيلة قد ما يكون اسمها جرنيكة يعني لأنه جرنيكة مدينة في أسبانيا قد يكون تكون الديوانية مثلا أو العمارة أو الناصرية أو الفلوجة أو أي منطقة ساخنة في العراق هي جرنيكة ونحن نعبر عنها ونعبر عن ناسنا العراقيين اللي ماتوا نتيجة الغدر ونتيجة الطائفية ونتيجة الفتن ونتيجة النزاعات يعني على مر التاريخ شعبنا تعرض الويلات وتعرض الهزات يعني أنا أرسم بهذه البهجة وأني تنزل دموع من يعني أنا ذكرتها في مجلة الصدى يعني ونزلت عنوان يعني أنا أرسم لوحاتي وأنا غارق في البكاء يعني أنا أبتش بس ما أردبتش المشاهد لأنه المشاهد هو يوميا يبتش منيشوف مشاهد القتل ومشاهد الموت والدمار فخلي نسوي لبديل ولو بديل مفتعل يعني فخلي يكون حلم ودائما الحلم هو أجمل من الواقع وأجمل من الحقيقة هي اللوحة دائما يفترض أنه ما تمنح نفسها بسهولة يعني حالها حال القصيدة وحالها حال السامفونية يعني أنا أعتبر الفنون والآداب متشابكة وحدة تكمل الأخرى يعني سواء القصيدة أو الأغنية أو اللوحة التشكيلية يعني يفترض أنه ما تمنح نفسها بسهولة فالمشاهد الآن لو ينظر للوحة اللي أنا سميتها الجرنيكة العراقية يشاهد بأنه الاختزال والتبسيط العالي اللي بيها ترميز وبها تشفير لأنه الفن الحديث ما ينقل الواقع كما هو ينقل ما يتبقى في ذهن المشاهد من الواقع يعني ما يتبقى من الانفجار ما يخلفه الدمار يعني الفن بشكل بسيط الفن الحديث الآن يعتمد على الرمز وعلى التبسيط وعلى الحذر مو بس الإضافة يعني اللوحة ما تحتمل بس نظيف نجيب ونعبي بها ألوان ونعبي بها مفردات ونعبي بها أشكال لا أكو أشياء نفرغها يعني نشيل هواية أجزاء منها يعني أذكر جاكميتي النحات الشهير استشارة أحد طلابة قالها عندي عمل أنجزت عمل تركيبي فإذا ممكن تلقي لي نظرة على اليد فإجا قالها احذف هذه الكتلة احذف هذه الكتلة ويا عمال طبعا ذاك يشيلون الزوائد اللي هو يعتقدها الزوائد إلى أن بقى العمل هيكل فقط هيكل دق عليه بإيده قالها الآن أصبح ممتلئا هل تنتهي الحكايات؟ بالتأكيد كلا لأن الإبداع مستمر والحياة تستمر بحكاياتها والبشر هم أبطال لتلك القصص برنامجنا سيستمر معكم وحتى اللقاء الجديد لتلك الحكايات نستودعكم بأمان وإلى اللقاء اشتركوا في القناة